يوجي بيوسع المجال ايوة يا جماعة بجد اخيرا الجملة اللي كنا مستنينها من بداية السلسلة اصلا بيعمل دومين اكسبانشن وشكل كده ان سوكونا خلاص في نهاية افجاد لا يا جماعة المراضي مش بنقول كده وبس ده بجد خلاص ده كمان في ناس بتقول ان هو ماد اوف سكرين او زي ما حصل مع كوجو بالظبط ولكن الشيء اللي احنا متأكدين منه مية في المية هو ان خلاص وان في وان يوجي ضد سوكونا وما فيش اي حد يقدر يدخل تاني عشان مفيش اصلا حد متبقى ايه زيكم يا جماعة معاكو نرد الاناميل الفصل الجديد من جوجيتسو كايسن فصل حماسي ورهيب من افضل فصول في اخر عشرين شابتر تقريبا فعلا هو ده اللي انا كنت مستنيه وده اللي قلته لكم قبل كده في الشابتر اللي فات ان انا مستني الحاجة اللي هتغير القصة اول خلاص هتوصلنا للنهاية المفاجأة الكبيرة اللي الكاتب ما خبيها من زمان والظهر ان هي المفاجأة توصيع مجالي متحمس جدا نبدأ بمراكة الفصل ولكن في الاول ما نستطيعش تكون مشترك معنا عشان هنراجع كل فصول جوجيتسو كايسن وهنتكلم عن نظريات كتير ان شاء الله في المستبر وفي فيديو نظرية تانية ينزل بعد الفيديو ده على طول وحاجات تانية كتيرة في عالم الاناميل والماء خليك جزء من رحلتنا ومتنسوش تتابع فريق العمل الاسطوري السيف النجمي في توفير كل التسريبات وطبعا نصالوا عن نبي ويلا نبدأ على طول بتكمل نفس احداث الفصل اللي فات وبنشوف ان فعلا الملاك بتسدد ضربة سلم يعقوب يوجي بيدرب الارض عشان يخلي سكنه ما يهربش مش متأكد هل ده يوجي ولا سكنه بس غالبا يوجي لضرب الارض وبتشوف فعلا ان الضربة بشكل مية في المية بتسدد على سكنه اللي هو مفيش اي حاجة ولا اي حاجة تخليه يهرب ولكن مرة واحدة بتشوف ان سكنه بيستغل الصخور اللي مرميه في كل حتة وبيتسلقها زي السلم بالظهر المفاجئ ان سكنه بعد كل ده قادر بكل بساطة انه يروح وراء الملاك وكمان بيقول لها ان التقنية دي مش هتقدر تعمل معايا حاجة واللي هو ما اعتقدش ان في حد كان متخيل وممكن حاجة زي كده تحصل كلنا كنا بنقول ان لو الضربة تسددت على سكنه هيحصل له حاجة كبيرة كلنا كنا بنقول ان اكيد في حاجة هتخليه يهرب من الضربة دي ولكن اتضربها وبكل بساطة براح وراء الملاك وبيسدد بلاك فلاش كان هيدرب بلاك فلاش على الملاك ولكن تودو الاسطوري بيحميها بسرعة جدا الصراحة تودو عمل شغل جامل جدا الفصول اللي فاتت ولكن خلاص بعد الضربة دي مش هقدر يتدخل تاني مية في المية لانه بيتلقى الضربة من سكنه وكمان بياخد ضربة تانية هو والملاك وبنشوفهم مرميين بعيد جدا المفاجئ بها انه مرة واحدة سكنه بيلاحظ يوجي وراه برضو على طول يوجي مش سايبه في حاله من بداية المعركة اصلا دايما بيجري وراه بتشوف انه هو جري ورا سكنه وتسلق برضو زيه بزيه سكنه بياخد ضربة من يوجي بتشوف مبنى كامل بيتدمر يوجي متحمس وعمالي يضربه وبتشوفه بيمسك رجله كده وبيحدفه بعيد بيستخدم تقنية التقطيع بتاعته برضو ولكن سكنه بيرد بضربة تانية الضربة دي جت من ايدي المقطوعة ايوة لان الراوي بيقولنا ان بعد البلاك فلاش الاخيرة بتاعته قدر يستخدم الطاقة الملعونة العكسية او reverse curse technique في انه يرجع ايدي اللي كانت مقطوعة من هنا سكنه بيسيطر على الجو شوية وبيبدأ يسدد لكمان يوجي بيحاول يتفادى كل الضربات وبيعمل برضو تقنية التقطيع عشان يخل من توازن سكنه وبيستخدمها تاني ولكن سكنه بيتفاداها بصرح وبيديله بوكس في وشه ولكن مرة واحدة بنشوف كده عيون سكنه متنحة لان هنا بتحصل المفاجأة الكبيرة يوجي بيفتكر فلاش باك من زمان ساعة ما جوجو كان بيقاتل جوكو جوجو هنا كان بيقول يوجي ان توسعة المجال زي بالظبط انك بتطور نفسك في فيديو جيم والمفاجأة بتشوف اخيرا اللقطة الايقونية دي يوجي بيعمل حركة كده بيضه وبيقول domain expansion فعلا هرمنا من اجل هذه اللحظة يا جماعة طبعا في ناس مستغربة كتير ايه الحركة اللي عملها يوجي بيضه دي ولكن دي حركة بترمز لشيء معين هنتكلم عنها بالتفصيل في نظرية هتنزل بعد الفيديو ده ان شاء الله هنحاول نفسر فيه ايه هي حقيقة المجال بتاع يوجي الفكرة بقى ان بعد اللقطة دي عرا طول بتشوف حاجة تانية خالص بنروح ليه زي محطة مترو او مطار اعتقد ده محطة مترو او محطة قطار مبتسم ودي حاجة عجيبة لان احنا كنا شايفينه في القتال واخد الوضع جد جدا ومفيش اي حاجة تدعو ان هو يبتسم ولكن دلوقتي مبسوط وبيقول لسكنة هيا بنا وبنشوف منظر سكنة وهو متعصف كده وبهيئة يوجي اللقطة دي الوحديها عجيبة جدا وبتفكرنا بلقطة شفناها قبل كده واللي هي لقطة جيتو وكوجي طبعا هو المفروض ان القتال هيبدأ دلوقتي ولكن في ناس بطول انه ممكن يكون سكنة ماد اوف سكرين خلاص زي كوجو بالظبط واحنا شايفانه اندلوقتي في اللي هو العالم التاني اللي هو المطار ساعة ما شوفنا كوجو واصدقاؤه ولكن سكنة هنا وحيد وقاعد لوحده ممكن يكون ده حقيقي فعلا في ناس بطول ممكن يكون يوجي يضحط نفسه برضه ولكن الكلام كتير وغالبا غالبا لأ دي بداية القتال ولكن انا شايف ان في حاجة جديدة الموضوع مش دومين اكسبانشن عادي مثلا زي دومين اكسبانشن بتاع يوتا كان خرافي ورهيب جدا مش هيكون حاجة زيه هتكون حاجة فعلا جديدة جدا على السلسلة كلها هنسيب موضوع دومين اكسبانشن ده الفيديو تاني ولكن الشفتر الصراحة يا جماعة انا مفسوط بيه جدا فصل جميل مليان كده حاجات جديدة اي نعم ضربة سلم يعقوب معمليتش حاجة قدام سكنة مش عارف هل ده شيء منطقي ولا لأ ولكن عادي يعني المفروض مش حاجة كبيرة اعتقد ولكن المفاجأة اللي حصلت بعدها خرافية جدا وده اللي كنا مستنيين وفعلا التصاعد السريع والوصول للنقطة النهاية واللي هو سكنة ضد يوجي من غير تدخل اي حد تاني عشان الكل اصلا خلاص اتخلص عليها اللي هو لما نيجي نفكر فيها هنلاقي ان الكاتب ما سبش ولا شخصية غير وتدخلت في القتال بتاع سكنة كل الشخصيات حرفيا من غير استثناء يكي كام شخصية من انت عيد جدا ولكن الكل اللي في الوجه اتدخل في القتال ودلوقتي ما تبقاش غير يوجي وسكنة وهو ده اصلا اللي كنا مستنيينه اي نعم انا في اخر كام فصل بدأت احس ان لأ اللي هيقضي على سكنة ممكن يكون يعني كزا حد مش يوجي لوحده ولكن الفصل ده بيثبت لنا العكس وبيقول لنا ان لأ يوجي هو فعلا اللي هيقضي على سكنة ومش بعيد برضه يقضي عليه ويضع حد للاندماج بتاع تنجينو اليابانيين وما نشوفوش بسبب حاجة يعملها يوجي مثلا وارد جدا في كتير حاجات ممكن تحصل مستنيين نعرف ايه اللي هيحصل في الفصول الجديد مفيش بريك الاسبوع الجاي الفصل الجديد هينزل الاسبوع الجاي على طول فخليكم يشترك معنا عشان يوصل لك كل جديد وهنراجع اول باول ده غير نظريات تانية ان شاء الله وطبعا مستني كل اراكم في الكومنتات ايه رأيكم في اللي بيحصل في الفصل ده وايه نظرياتكم في اللي هيحصل ايه هو الدومين اكسبانشن بتاع يوجي وايه اللي ممكن يحصل فعل الفصول اللي جاية عشان نقراها وننقشها في الفيديو مستقبل واللي متابعني عارف ان انا برضه قطعت شوية حلوين ولكن ان شاء الله بنرجع واحدة واحدة والمحتوى هيعجبكو جدا فشكرا جدا ليكو وكان معاكو نردل انا اشتركوا في القناة